بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبناء شعبنا الكريم يا أخواتي وإخوتي وأبنائي وبناتي في كل محافظة ومدينة وقرية وبيت عراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها المرة الثانية التي أخاطبكم فيها في ظرف أسبوع خطابا صادقا من القلب إلى القلب في مرحلة حساسة مرت بها البلاد مررنا بأسبوع واجه فيه العراق كل العراق تحديا اجتماعيا وسياسيا لديمقراطيته النامية أسبوع خرج فيه مواطنون بتظاهرات كفلها لهم الدستور وخرجت قواتكم الأمنية بنية سليمة والتزام صادق لتؤدي واجبها الدستور والقانون بحماية المتظاهرين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة لقد أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ولكن الرغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار نعم هناك أسئلة مشروعة حول ما جرى خلال الأيام الماضية ندرسها بعمق وحرفية وموضوعية وتجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث ولكننا أمام حقيقة واضحة لم ولن تتغير ويجب أن نتفق عليها وأن نؤكدها جميعا أن لدينا قوات مخلصة وشجاعة قامت بواجبها ولدينا جمهور أراد التعبير عن مطالبه بمظاهرات سلمية وليكن واضحا لنا جميعا فإنه ليس أمرا متناقضا أننا مع التظاهرات ومع القوات الأمنية ومع حرية الإعلام والنشطاء في آن واحد فهؤلاء كلهم إخوة في وطن واحد وهذه كلها حقيقة واحدة وانتماء واحد وهدفها واحد وهو بناء دولة المواطن الخادمة والراعية والحامية لشعبها في مسيرته الطويلة لتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة لذلك نرفض سوية منطق الفتنة وسنقف سوية ضد المخططات الأنانية وسنقف دائما مع المطالب المشروع للمتظاهرين وسنقف دائما سندا لقواتنا الأمنية وسنقف دائما مع الحريات العامة إنه صراع لا دولة مع الدولة والفوضى مع النظام واحترام القانون فدعاة الفوضى لن ينجحوا وسنقف وقفة رجل واحد أمام حجم الخطر الذي يهددنا جميعا إذا مهتزت أسس الدولة فهي بيتنا الكبير الذي يجمعنا والذي يحفظ لنا تحت ظله حقوقنا وطموحاتنا ومستقبلنا يخطئ من يستهدف الدولة أو يسعى لإضعافها فهي الثابت مهما تعددت وتغيرت الحكومات خصوصا في ظل نظامنا الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة فيه إن هذا الشعب المعطاء سطر الكثير من قصص البطولة والثبات والنبل خلال الأيام القليلة الماضية ولقد شاهدنا الشرطي يعالج المتظاهر والمتظاهر يسقي الجندي أما حالات الاعتداء أو القيام بعمليات الحرق والتخريب فهي لا تنتمي لهذا الشعب سواء كانت على المتظاهرين أو المصالح العامة أو الخاصة أو القوات الأمنية أو الفضائيات أو مقرات الأحزاب وسائل الإعلام أو النشطاء أو المدونين أو مواقع التواصل الأخرى التي تحترم الدستور والقانون والنظام إنها وحدتكم أيها العراقيون فهي التي أسقطتم بها الدكتاتورية وأسستم يدا بيد نظامكم الديمقراطي هذا رغم ما تعرضتم له لسنوات من الدمار والحروب والقتل والإرهاب بوحدتكم هزمتم داعش أمس وبوحدتكم نعزز قيمنا الديمقراطية والحريات العامة وبوحدتكم نبني بيتنا العراق حيث نعمل سوية لتجاوز كل الأوضاع السلبية التي خرجت التظاهرات من أجل علاجها وها نحن اليوم ننتقل من الغضب الدافق إلى الحزن العميق والمراجع الصادقة والإصلاح خسرنا عددا كبيرا من الشهداء والجرحة من أبنائنا وبناتنا من المتظاهرين والقوات الأمنية في وقت يعز على هذه البلاد المضحية أن تفقد قطرة دم واحدة من أجساد أبنائها المخلصين جميع أبنائها دون تمييز بين مدني وعسكري بين متظاهر ورجل أمن ورجل إعلام وناشط ففقدنا بقلوب تتقطع الأخ وأخاه والأب وابنه والأم وابنتها والصديق وصديقه ولقد والله تركوا فينا قلوبا يعتصرها الألم وأكبادا حرا وجروحا عميقة ولكن لنا برسول الله صلى الله عليه وآله اسوى حسنة فنقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون لقد آن للجرح العراقي أن يندمل بالعمل الجاد والعطاء المخلص لخدمة هذا الشعب ولا بد للشعب من وقفة اعتزاز واحترام وتأمل وحزن لذلك قررنا ما يلي أولا إعلان الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد الخميس إلى السبت ثانيا إجراء تحقيقات أصولية شفافة لتكريم الأبطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك ولجميع الرتب وقد بدأنا باستلام نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات ثالثا البدء بالإجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة رابعا ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين السلميين خامسا تكريم عائلة كل شهيد وتكريم كل جريح بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء سادسا إطلاق سراح الموقوفين فورا ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدل بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام إذا تمت كفالتهم من قبل أي جهة معروفة وإذ نطوي اليوم صفحة العنف وإراق الدماء العراقيين فإننا نفتح صفحة المراجعة الحقيقية الشاملة ويجب أن تتم عملية المراجعة على مستويين الإجراءات العاجلة والإصلاحات الشاملة وقد بدأنا مبكرا وكثفنا كل الجهود لتحديد أهم ما يمكن للحكومة أن تقوم به للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتحقيق أكبر قدر ممكن منها مع تجنب اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي تناقض الخطط الاستراتيجية والبرنامج الحكومي وتعطل الإصلاح الحقيقي المنشود وفي هذا الصدد فقد أصدر مجلس الوزراء في جلسة طارئة ليلة السبت الماضي حزمة أولى من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والشعب ضمت 17 قرارا منها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية ضمن خطة الإسكان الكبرى التي وعدت بها الحكومة وتوزيع 17 ألف قطعة أرض في محافظة البصرة وتليها باقي المحافظات وبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية مع إلاء المحافظات الأكثر فقرا الأولوية ومنح 150 ألف عاطل عن العمل ممن لا يستطيع العمل حاليا منحة شهرية لثلاثة أشهر ومنح 150 ألف غيرهم من العاطلين القادرين على العمل فرصة للتدريب والتأهيل ومنحهم مبالغ مالية شهرية لثلاثة أشهر وإقراض الناجحين لبدء مشاريعهم الريادية الخاصة وتوفير حوالي 450 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء مجمعات تسويقية تجارية وتحديد 600 ألف عائلة محرومة لمنحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وهدفنا ألا تبقى هناك أي عائلة عراقية بلا دخل يرفعها فوق خط الفقر كحد أدنى كما أصدرنا أمس الثلاثاء حزمة ثانية من الإجراءات العاجلة شملت تعزيز التعليم المهني الإنتاجي بهدف توفير 20 ألف فرصة عمل ومنح طلاب الإعداديات الزراعية تسهيلات وأراضي ومبالغ مالية لتعزيز الإنتاج ودعم الزراعة واستثمار الأراضي وتوفير فرص العمل وإلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد إضافية من حملة الشهادات العليا على الملاك التدريسي وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب من عمر 18 إلى 35 عاما وإحالة المشاريع الحكومية على هذه الشركات بشروط ميسرة ودعم الشباب لتشغيلهم في جباية فواتير الكهرباء وحصر الدرجات الشاغرة على حركة الملاك لتحديد إمكانية تعيين أكبر عدد من أصحاب الشهادات العليا والخريجين وباقي الشباب وفق آليات شفافة وبحسب الحاجة والاختصاص وتشكيل لجام في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتلبية مطالب المتظاهرين برئاسة أحد الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن مكتب رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ وتشكيل لجنة بالتعاون مع القضاء لمتابعة ملفات المفقودين من أبناء محافظات العراق كافة ومعرفة مصيرهم كما بدأنا بإجراءات للإسراء بعودة العوائل التي هربت من بطش داعش إلى مناطقها المحررة خصوصا في محافظة نينوة وفي مناطق سنجار وجرف الصخر وغيرها وبذل جهود إضافية لإعادة إعمارها وغير ذلك من القرارات وسنستمر بتطوير حلول إضافية استجابة لمطالب المتظاهرين وتحقيقا لمنهاجنا الوزاري ونصدرها تباعا حزمة بعد حزمة بعد دراستها قدر الإمكان لكي لا نعطي وعودا لا نوفر لها مستلزمات التنفيذ وقد يقول قائل لماذا تلتفتون لكل هذا الآن وتغافلتم عنه خلال الفترة الماضية وجوابنا أن هذه القرارات الإصلاحية كان قسم منها قيد التنفيذ وقسم قيد الدراسة وبعضها طورناه استجابة لمطالب المتظاهرين إلا أن ترخل الدولة وانتشار المعوقات التشريعية والإدارية والثقافات الاتكالية والمصالح الأنانية الضيقة المتنافسة في سلطاتنا الثلاث وبين قوانا المختلفة يعرق الدولة بالإصلاح ويضعنا في تضاد مع مطامح ورغبات شعبنا والإيفاء بوعود الإصلاح وهو ما يبرر التظاهر ويمنحه الشرعية الكاملة لتذكير الجميع بأن هناك طريقين إما التقدم للأمان بكل جرأة وشجاعة لتجاوز كل المعوقات وتحقيق مطامح شعبنا وإعطاء كل ذي حق حقه وهذا لتطلب دعم الشعب وتعاونه أو البقاء في إطار التبريرات والتسويفات والحلول الترقيعية التي تفقد شعبنا ثقته بحكومته ويكون هو من أهم عوامل انتشار الظلم والفوضى والخروج على القانون والنظام فعندما لا تكون الدولة راشدة يفقد الجميع رجده إما على مستوى الإصلاح الشامل فقد سبق أن أكدنا التزام الحكومة الكامل بنص خطبة المرجعية الدينية العليا فهي التي شخصت المسار ورسمت خارطة طريق للإصلاح وهي التي عودتنا أن تكون صمام الأمان لهذا البلد في أزماته وأن تشخص ملامح الحل برؤيتها الثاقبة وحكمتها المعهودة فخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا اجتملت على تشكيل لجنة من الشخصيات المعروفة بالكفاءة والنزاهة وحددت نطاق عمل اللجنة وكلمة المرجعية العليا هي كلمة الفصل في التشخيص وفي العلاج وقد بدأت الحكومة فورا بتحديد الأسماء التي تنطبق عليها المواصفات المذكورة وتهيئة الدعم اللوجيستي المطلوب لتمكين اللجنة من القيام بأعمالها باستقلالية تامة ومن التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة والمعنين والاطلاع الدقيق على مجريات الأمور وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالها وسنعلن عن أسماء أعضاء اللجنة في غضون أسبوع لتبدأ أعمالها في أقرب وقت ممكن على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها وعلى أن ترفع اللجنة كامل توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما ثم يتحول دور اللجنة بعد إكمال أعمالها إلى دور استشاري لمتابعة توصياتها وضمان تنفيذها كما ارتأتها ولتقديم المشورة لعلاج معوقات التنفيذ غير المنظورة إضافة إلى ذلك فإننا أصدرنا حزمة قرارات أو بثنا على وشك إصدارها تتعلق بمحاربة الفساد وهذه أمثلة قليلة لقرارات وإجراءات عديدة ومنها توقف الدولة في وقت ستحدده عن دفع أي مبالغ بالعملة الورقية بل بتحرير السكوك والبطاقة الذكية التي تمنع من التلاعب بالأموال وبتشجيع من يستلم السكوك لفتح حسابات مصرفية للتخلص من غسيل الأموال والفساد الإسراء بتوطين الرواتب وتراجع التعامل بالعملة الورقية والتي تسمح بتحقيق الشفافية وبالمحاسبة وفق مبدأ من أين لك هذا القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة والسجلات العقارية وتزويرها ووضع اليد على ممتلكات عامة وخاصة لمصالح شخصية سنصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع عن ألف موظف أحيل للقضاء أيها الشعب الكريم سنطلب من مجلس النواب الموقر التصويت على تعديلات وزارية غدا يوم الخميس وسيصوت مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ليقدم إلى مجلس النواب الموقر للتصويت عليه وسنقدم قبل الرابع والعشرين من الشهر قوائمنا لإنهاء ملف أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة إضافة إلى التشريعات التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات وإجراء بعض التعديلات الدستورية وفق آليات الدستور وقانون الموازنة لعام 2020 وغيرها من قوانين أساسية يتطلبها وضع البلاد على السكة الصحيحة وكل ذلك يتطلب تعاونا من جميع السلطات والقوى والكتل بحسب الدستور والقانون وإننا ماضون قدما في تنفيذ برنامجنا الحكومي إذ سنستلم نهاية هذا الشهر التقرير الثاني لما تم تحقيقه أو عدم تحقيقه للفترة من نهاية نيسان إلى نهاية تشرين الأول 2019 فأنا لا أعد شعبي وعودا وردية ولا أقول أن هذه الخطوات هي نهاية الطريق بل هي بدايته فلنتعاون جميعا بما يحقق مصالح شعبنا خصوصا شرائحه الفقيرة وجموع شبابنا وأجيالنا التي يعتمد عليها مستقبل بلادنا ستحمي قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحش الشعب وعشائري وبيش مرقا نظامنا السياسي وحقوق شعبنا وأمن وطننا وسيادة واستقلال بلادنا أما الحامل أكبر بعد الله سبحانه وتعالى فهو الشعب العراقي الأبي الشجاع النبيل وأقولها بصراحة بأننا وفقا لمعطياتنا الراهنة لا نتهم أي دولة تربطنا بها علاقات صداقة أو تعاون ولا أي قوة سياسية معروفة أو أحزاب أو وسائل إعلام فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمننا ونظامنا السياسي وإن اختلفت وجهات نظرها وهنا أشكر العدد الكبير من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي اتصلت وعبرت عن دعمها وتضامنها مع العراق حكومة وشعبا وأخص بالذكر دول الجوار الأردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا أكر شكري لكل من وقف دفاعا عن العراق وعن حقوق شعبه وعن دستوره ونظامه الديمقراطي والحريات المكفولة فيه اللهم احفظ شعبنا ووطننا ومن على جميع المصابين بالشفاء العاجل وتغمت شهدائنا بواسع رحمتك والهم ذويهم والهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون عاش العراق وعاش شعبه المضحي الأصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة